موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نستضيف اليوم من العاصمة الألمانية برلين الإعلامي العربي الأستاذ أكثم سليمان صباح الخير أستاذ أكثم صباح النور أهلا بك تشهد برلين اليوم مساء تظاهرة للمنظمات الإسلامية ضد الإرهاب ومعادات الإسلام في العاصمة برلين تشارك فيها أيضا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى جانب نائبها وعدد من الوزراء أستاذ أكثم إلى أي حد قادر هذه التظاهرة والتظاهرات متيلاتها على تخفيف العدائية والمواقف السلبية من المسلمين في أوروبا لا أعتقد أن الموضوع هو تخفيف العدائية لأن من يكون من أصحاب هذه المواقف لا يلتفت إلى النخب السياسية وتوجهاتها لكن مظاهرات كهذه تجمعات كهذه تعطي رموزا تعطي إشارات ودلالات إلى أين تتجه السياسات الألمانية الأوروبية فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة من اللافت ومعك حق في الإشارة إلى المظاهرة أن الفرنسيين أن الألمان أن دول أوروبية أخرى سارعت على الفور إلى إعلان موضوع أن الإسلام جزء من أوروبا أن المسلمين لا يجوز أن يكونوا جميعا موضع اتهام أن الأمر لا يجوز أن يتجاوز الحدث الإرهابي إلى حدث يشق المجتمع خاصة وأن حركات يمينية كانت بدأت بالتحرك حتى قبل أحداث باريس الأخيرة نعم أستاذ أكام هذه أول مرة يكون هناك هذا الصف الموحد في أوروبا على عنوان واحد تقريبا وهو عدم اعتبار أن الإسلام هناك من سارع إلى التبرير قبل المسلمين ربما الإسلام ليس واحدا وهؤلاء لا يعبرون عن الإسلام وأولهم هو رئيس فرنسا هولاند حين قال هؤلاء لا يمثلوا الإسلام هذه المرة بماذا اختلفت عن المرات السابقة؟ باستشعار الخطر شعر الأوروبيون نخبا سياسية وثقافية واجتماعية بأنهم مستهدفون وبأن المستهدف ليس مجلة ليس رسام ساخر أو رسام كريكاتور ليس موضوعا صغيرا المستهدف هو التعايش داخل المجتمعات الأوروبية وهي مجتمعات بطبيعة التطور التاريخي أضحط مجتمعات اندماج ومجتمعات مهاجرين ومجتمعات فيها في فرنسا ملايين العرب والمسلمين في ألمانيا أيضا أكثر من أربعة ملايين مسلم إذا ما حدث شق حقيقي بين فئات المجتمع وهو ما تراهن عليه فئات يمينية داخل هذه المجتمعات سواء في فرنسا أو ألمانيا فإن النتائج ستكون وخيمة على الجميع لا يتعلق الأمر هذه المرة بمنظمة وليكن اسمها القاعدة لا يتعلق بتنظيم محدد وإنما فعلا بمجموعة كبيرة تعيش هنا نعم ولكن أستاذ أكثم في العام في 11 أيلول الذي حصل في أمريكا كان الخطر أكبر وكان الخطر واضح أكثر يعني عدا عن أنه تفجير هنا أو تفجير هناك كان في اعتداء واضح لم يكن هذا الموقف من المسلمين ما الذي اختلف عن تلك الهجمات الحالية حتى يغير الأوروبيون وحتى بعض الأمريكيين موقفهم من الإسلام طبعا تغير الكثير معك حق بهذا السؤال بعد 11 سبتمبر أيلول والهستيريا التي تبعته لا اسم مختلف عن الهستيريا لما حدث والدخول في حروب أفغانستان وحروب العراق وغير ذلك كانت هناك دروس أوروبية وأمريكية بأن الأمور لا تعالج بهذا الشكل الراديكالي أولا وثانيا بأن الإجراءات الأمنية وحدها لا تؤدي على الإطلاق إلى حل مثل هذه المشاكل لا بد من نوع من الدلالات السياسية الإشارة السياسية إلى أين تتجه المجتمعات الأوروبية الأمر لا يتعلق بمجتمع متجانس هانئ مرتاح وجاءته عملية إرهابية الأمر يتعلق بمجتمعات صار الإرهاب يأتي من داخلها ربما الفرق الرئيسي إذا ذكرنا هذه النقطة بين هجمات سبتمبر والهجمات الأخيرة أن هجمات سبتمبر قام بها منهم جاءوا بالطائرات من أماكن ودول وخلفيات أخرى بينما قام أبناء فرنسا إذا أردنا توصيف الأمر بحقيقته أبناء فرنسيون للجمهورية الفرنسية بالاعتداء الأخير هذه نقطة والنقطة الثانية ربما المختلفة أكثر أن الأمر صار مستهدفا أكثر بمعنى لم يعد القتل المجاني لأكبر عدد ممكن من البشر هو المطلوب وإنما هناك أهداف بحد ذاتها لأسباب محددة تتم مهاجمتها وهدف كما جل في فرنسا اعتبره الأوروبيون اعتبره الغربيون استهداف لقيمة رئيسية من القيم التي يؤمنون بها على الأقل داخل مجتمعاتهم وهي حرية الرأي حرية التعبير حرية الصحافة حرية السخرية إن شئنا تسميتها كذلك هذان الأمران ربما لعباء دورا رئيسيا نحن الآن نتحدث عن إرهابيين فرنسيين ضربوا في فرنسا وليس كما بعض الصحف الليمونية تتحدث عن مسلمين وعرب وغير ذلك نعم ولكن حضرتك تحدثت عن أن أبناء فرنسا اليوم قاموا بهذه العملية ولكن أستاذ أكثر هذا الكلام يفتح الباب على مصر عيه بشأن وضع المجنسين ووضع المواطنين الفرنسيين من أصول عربية وإسلامية تحديدا ليس من أصول أي جنسية أخرى يضع هذا السؤال كيف تعاملهم معاملة الدولة الفرنسية معاملة السلطات الفرنسية لهؤلاء العنصرية ربما الإهمال ربما التهميش ربما الاتهام الجاهز تجاه هؤلاء لدى أي حدث ما يعني بخلاف كل مرة هذه المرة الوحيدة التي يقومون ويقولون فيها في فرنسا أن المسلمين غير هؤلاء الذين قاموا بالتفجير برأيك أليس من المفروض أن يكون هذا على جدوى الأعمال جميع الزعماء الأوروبيين في كل أوروبا يعني موضوع التعاطي مع الأصول العربية مع المجنسين من الأصول العربية والإسلامية أكيد وهو موضوع التعاطي مع تحديات أي مجتمع فيه تعايش فيه تحركات فيه تغيرات ديمغرافية فيه أمور كثيرة تحدث تطورات تكنولوجية وربما هذه النقطة ليست غائبة تماما لكن الآن نحن في مرحلة كما يقال الصدمة في البداية في مرحلة الصدمة هناك إطلاق لشعارات ولرموز وتحديد لتوجهات هذا التحديد هو ما يجري الآن في الفترة اللاحقة سيكون هناك بالتأكيد إجراءات مختلفة منها الأمني ومنها الاجتماعي ومنها أيضا السياسي السياسة الخارجية بالمناسبة غائبة عن النقاش الحالي كليا لا يتحدث أحد من أين جاء هذا الفكر وكيف نستقبل مسؤولي دول تدعم هذا الفكر هذه مرحلة لاحقة تحتاج إلى بعض الهدوء تحتاج ربما إلى بعض التعمق في الموضوع لكن مبدئيا نعم معك حق لافت أن الأوروبيين بدأوا فورا بالإمساك بطرفي الشرخ كي لا يصبح هناك أزمة داخل المجتمع الأوروبي والنقل لمصلحة ذاتية وليكن هو أمر جيد في ألمانيا ذكرت المستشار الألماني في نهاية العام الماضي أي قبل حوالي أسبوعين وقبل أحداث فرنسا أن الإسلام هاجمت اليمينيين الذين يتظاهرون ضد ما يسمى بأسلمة أوروبا في دريسدن ومدن ألمانية أخرى وذكرت بعدها بقليل أن الإسلام جزء من ألمانيا وهو شعار كان رفعه رئيس ألماني سابق هو كريستيان فولف وجلب عليه غضب وسائل الإعلام وفئات اجتماعية كثيرة الآن تبنت المستشارة أنجيلا ميركل في موقف مفاجئ جدا بالنسبة لمن يعرفها هذا الشعار وذلك ليس حماية للمسلمين أو لغير ذلك وهو حماية للتعايش وإندماج الآخر المجتمع الألماني بالتأكيد نعم أستاذ أكتم سنتابع الحديث عن هذا الموضوع ولكن بعد أن نستمع إلى عنوين الصحف العربية إلى عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم والزميلة هبة الله بطار إليك هبة أهلا بكم مشاهدين البداية من لبنان مع صحيفة السفير ونقرأ فيها إمارة رومي تتهاوى والدولة إلى البقاع الشمالي المشنوق للسفير سيقطع رأس كل ضابط يهرب هاتفا لسجين نتنياهو يحرج الفرنسيين في مسيرة الجمهورية باريس وضعت عراقيل ورئيس الوزراء الإسرائيلي زاحمة للصف الأول العباد يتقدم باقتراحات لحل الأزمة السورية إدارة مشتركة في المناطق المحررة من داعش إلى صحيفة الشرق الأوسط ونختار من عنوينها باريس تدرس سجن المتطرفين انفراديا ومحاصرة إرهاب الإنترنت باريكل الإسلام قواعده راسخة في ألمانيا الأمن اللبناني يكسر أسطورة سجن رومي بري للشرق الأوسط اتفاق بين حزب الله والمستقبل على أن الأمن بيد الدولة أيضا نقرأ مصادر للشرق الأوسط انتحاري عرعر الرابع جند عددا من أقاربه قالت إن الشمري استغل سلامة وضعه الأمني وغادر عبر تركيا إلى سلطنة عمان مع صحيفة الوطن وفيها الفلسطينيون يدرسون مطاردة إسرائيل دوليا لحجزها أموال الضرائب لبنان عملية أمنية برومي وتصميم على تنظيم دخول السوريين ودمشق تنفي مزاعم بنائها لمجمع نووي من سلطنة عمان إلى الإمارات العربية المتحدة مع صحيفة الخليج وفيها فرنسا تعبئ عشرة آلاف عسكريا لأمن النقاط الحساسة دواعش يقرسنون مواقع للجيش الأمريكي وداعش يعدم عشرات في تكريت ويعتقل تسعة وعشرين أسرة كردية بالموصل إلى العراق مع صحيفة البيان وجاء فيها العبادي يدعو شيخ الأزهر إلى إحياء التواصل مع النجف الأشرف الطيب يتطلع لزيارة العراق قريبا ويؤكد دعمه لوحدته أرضا وشعبا وزير النفط مصر طلبت شراء أربعة ملايين برميل من النفط العراقي شهريا ما الآن فإلى الكويت مع صحيفة الراي وفيها الجناية أجلت قضيته إلى السادس عشر من فبراير لسماع شهادة ضابط أمن الدولة ملازم أول في الداخلية يعترف داعش صحق جنود الشام فهربنا إلى الحدود السورية التركية أصبت في قدمي وعلشت في مستشفى ميداني تابعا للجيش الحر وتم تزويجي من سوريا سلاح الحدود التركي قبض علي وحققوا معي وخاطبوا السفارة الكويتية التي أخطرت أمن الدولة وضبطوا فور عودته إلى الكويت محامي المتهم طالب باستخراج صورة من قرار مجلس الأمة بدعم المعارضة ضد النظام السوري أما الختام مشاهدنا فمن الأردن مع صحيفة الدستور وفيها الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين ويحاصر قرية قرب قلقيليا المرابطون يتصدون لمستوطنين حاولوا اقتحام الأقصى مع هذا العنوان نصل إلى ختم هذه الجولة نعود الآن لمتابعة برنامج آخر طبعة أستاذ أكثم يعني العنوين تصدرت العنوين الصحف العربية الصدرة اليوم موضوع التضامن تضامن الزعماء الأوروبيين يعني مع ما حصل في فرنسا وضد الإرهاب هل يمكن أن نسأل ما يلي أستاذ أكرم يعني أكثم هل يمكن أن نسأل ما الذي يعني تغير لدى يعني من يتخذ القرار يعني خلف هؤلاء خلف هؤلاء الزعماء ما الذي تغير يعني ما هو الإيحاء هناك من يتحدث بأن أمريكا هي التي طالبت بهذا بهذا التغيير يعني أو بهذه المواقف ضد داعش لماذا غيرت أمريكا مواقفها بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والنظرة إلى هذه التنظيمات هي لم تتغير في الحقيقة لكن ربما تغير ردت الفعل أقصد أستاذ أكثر نعم بالنسبة للردت الفعل أيضا الذي تغير في نهاية الأمر وكما ذكرنا أن الخطر الآن لم يعود يأتي من طرف هو الآخر ويهدد طرفا آخر أعرفه أنا كأوروبي بأني أنا وثقافتي وديمقراطيتي أحس بأن المهدد هو أمر مختلف تماما ولنذكر بنقطة بسيطة أن زعيم داعش أو ما يسمى بداعش وأن كثيرين من المنضوين تحت جناح هذه المنظمة كانوا في السجون الأمريكية في العراق لنذكر بأن الكثير من الإسلاميين داخل أوروبا تأسلم أيضا منهم المهاجمون الذين هاجموا الآن هذه المجلة الساخرة في باريس لم يكونوا كذلك وإنما وصلوا إلى هذه النقطة بعد أن تعرضوا لتأثيرات خارجية أهم تأثير يجعل المرء يذهب إلى هذه الزوايا هو الشعور بالظلم من جهة هذا أولا وثانيا الشعور بأنه منبوذ من مجتمعه فيبدأ بالبحث عن أمور أخرى خارج هذا المجتمع هذه نقطة رئيسية جدا 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 وتنبه إليها الأوروبيون كما ذكرت هناك ليس فقط أوروبيون أو فرنسيون كما حصل مؤخرا هاجموا مجلة في فرنسا هناك أوروبيون غادروا أوروبا إلى ساحات بين قوسين الجهاد في دول كسورية والعراق وهو ما أثار الكثير من التساؤلات السياسية والأمنية والثقافية والاجتماعية إن شئتي في هذه المجتمعات نقطة ثانية أساسية هي تصاعد خط ألمين المتطرف بين قوسين أيضا داخل هذه المجتمعات سواء ماري لوبان وحزبها في فرنسا وسواء حركة بيجيدا الأخيرة الآن في ألمانيا منذ أسبوع تظاهرون ضد ما يعتبرونه أسلمة أوروبا والمقصود الأجانب بشكل عام لأن الفيتنامي والصيني والروسي لا يتظاهر معهم رغم أنه ليس مسلما هذه الحركات باتت تهدد أو تشكل تهديدا للمعسكر السياسي الوسطي الذي تنضوي تحت خيمته مجمل الأحزاب الديمقراطية في أوروبا سواء كانت مسيحية ديمقراطية أو ديمقراطية اشتراكية أو حتى اليسار أو غيرها من الأحزاب فباتت تهديد فعلا تهديدا مباشرا لبنى المجتمع الأوروبي وللتذكير في التاريخ الأوروبي عندما كانت تصل الأمور والأجواء إلى راديكالية كبيرة كانت تفشل الأجواء الديمقراطية وتفشل البناء الديمقراطية هناك جمهورية فيمار في ألمانيا بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والتي أدت إلى مجيء النازيين إلى السلطة بانتخابات ديمقراطية إذن الديمقراطية فهمت الدرس أنها يجب أن تدافع عن نفسها في فترة مبكرة وعن التعايش وعن المبادئ الأساسية لها وإلا فإن النتائج تكون وخيمة لأن التصويت سيأتي بعد عام أو عامين أو ثلاثة نعم على كل حال سنتابع هذا الموضوع وموضوع الأحزاب أو الجمعيات العنصرية والمتشددة ضد المسلمين ولكن بعد أن نستمع إلى الحدث اليوم إلى الحدث اليوم والتفاصيل الشرق الأوسط بري اتفاق بين حزب الله والمستقبل على أن الأمن بيد الدولة نفذت قوى الأمن اللبنانية أمس عملية أمنية نوعية كسرت من خلالها الصورة الأسطورية لسجن رومي واقتحمت أحد أهم عنبره باء ويضم عتات المتشددين من إرهابيين وانتحاريين وتكفيريين وجاءت هذه العملية بعد الاشتباه بوجود صلاة بين البعض الموقوفين ومنفذي التفجيرين الانتحاريين الذين استهدفان منطقة جبل محسن ذات الغالبية العلوية في مدينة طرابلس شمال لبنان رئيس البرلمان اللبناني النبيه بر أعرب عن ارتياحه الشديد إزاء الحوار الذي يرعاه بين تيار المستقبل وحزب الله وقال للصحيفة إن هذا الحوار ليس فولكلوريا ولا لخفض التشنج السني الشيعي بل حقق نتائج مهمة وهو مرشح لتحقيق المزيد ورأى أن الإنجاز الأهم الذي تحقق في الحوار اتفاق الطرفين على أن يكون لمؤسسات الدولة الكلمة الأساس في أي موضوع أمني وخصوصا في البقاء الأخبار اللبنانية اليمين الأوروبي يستنفر إنها حرب بدأها الإسلاميون ما زال الزمن الأوروبي الجديد في أول أيامه ولكن ما بدأ يظهر منه حتى الآن ينظر بمرحلة مظلمة يسبقها الخوف من الآتي الذي حركته هجمات فرنسا وتساهم الوقائع والتجاذبات في استمراره فالأمة الأوروبية تتقدم إلى ما يمكن تسميته اصطلاحا الحقبة الجديدة وما يمكن وصفه واقعا بالجنون والخوف والرعب مما هو آت الإجراءات الجديدة التي دعا إليها بيان وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي لمواجهة الإرهاب الجديد أول من أمس لم ولن تشفي غليل من يقرأ ويستشرف اقتراب مرحلة أكثر ظلامية وخصوصا بعدما وضعت هجمات باريس أجهزة السلطة أمام واقع تساؤلات الإعلام الفرنسي عن سبب فشل الاستخبارات في استباق الحدث كل ذلك إضافة إلى سنف آخر من الترهيب تمثل خلال الأيام الماضية باستغلال اليمين المتطرف للهجمات الأخيرة من أجل توصيف حالة الإسلام وفوبيا التي لطالما سعى إلى الترويج لها وهذه الأخيرة إن ساعدت على شيء فعلى انتشار تخوف جديدا على المستوى العام والسياسي أستاذ أكتم نتحدث عن موضوع المتطرفين في أوروبا وتحديدا هذه الجمعية الألمانية المسمات بوطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغارب والمعروف اختصارا باسم بيجيدة هل لفظتها بشكل صحيح؟ نعم بيجيدة صحيح نعم فهذه الجمعيات وهذه المجموعات وهؤلاء ما هو مصيرهم إذا ما حصل وإذا هذا الاستفاف إذا صح التعبير بوجه ترهيب ضد المسلمين وبوجه تكفير هؤلاء بين مزدوجين هم حاولوا على الفور هم حاولوا على الفور استغلال الأحداث في فرنسا للقول أنظروا ألم نقول لكم هذا هو الخطر الذي نتحدث عنهم هل تريدون شيئا كهذا؟ وهذا الأمر يفسر إلى حد كبير ردة فعل السياسيين الوسطيين بين قوسين مرة أخرى حاولوا استغلال الأمر وأسموا مظاهرتهم الأخيرة مظاهرة حزن وعزاء لما حدث في فرنسا من إرهاب إسلامي بين قوسين إذن هم ما حدث في فرنسا وما يحدث في أماكن أخرى يجعل حججهم أقوى يجعل حضورهم الشعب أقوى بعض المشاركين في المظاهرات مؤخرا مظاهراتهم مؤخرا قالوا إنهم شاركوا للمرة الأولى على خلفية هذه الأحداث هنا تحدي للسياسة العليا في البلاد سواء ألمانيا أو فرنسا أو غير ذلك أن تقنع المواطن أنها هي وليس اليمين المتطرف من يفتح العين ويمد اليد باتجاه الإرهاب إذا كان قادما من الداخل وأيضا يفتح العين ويتصرف بشكل صحيح مع الإرهاب إذا كان يقع في مكان آخر في الخارج لكن من سوء حصب جدا وبعض هذه الجماعات أن الأمر لم يعد بهذه البساطة تداخلت الخارطة الإرهابية بشكل كبير إذا قال لي ألماني أن أرهابيا سوريا جاء إلى ألمانيا سأقول له أن أرهابيا ألمانيا فجر نفسه في وسط مدينة دمشق لم تعود الحدود بهذه الوضوح بذاك الوضوح كما كانت عليه يوما ولم يعود الأمر تعلق فقط مرة بمسلمين ومرة بعرب لا هناك أبناء لأوروبا وهم يتجهون إلى أماكن أخرى وميرسون أعمالا يحاسب عليها الأوروبيون وحاسب عليها دولهم إذا أردت أن نكون ربما مع بعض السخرية يحق لدول عربية أن تقصف عواصم أوروبية إذا كان في ذاك الزمان حق للولايات المتحدة الأمريكية أن تقصف كابول باعتبار أن القاعدة جاءت أو مهاجمي أو تقصف على العراق جاءوا من هناك نعم نعم لكن حاليا الأمر معكوس صح ولكن أستاذ أكثم في هذا الموضوع تحديدا هناك إلى أي حد الحساسية بالغة لهؤلاء لهؤلاء المتطرفين لهذه الجمعيات والمنظمات يعني هذا ممكن أن البعض يعني ممكن أن يطلق عليه داعش أوروبي يعني أو داعش يعني داعش بالمفهوم طبعا وليس باختصار الكلمة هؤلاء إلى أي حد يشكلون خطرا في حال كانت الحكومات الأوروبية إلى جانب الجاليات المسلمة والعربية إشارتك صحيحة عندما أشارت إلى أنهم بالفكر ربما فكر رفضا آخر لكن بالممارسة هم يستغلون أو يستخدمون إذا أردنا الحيادية في الكلام الحق الديمقراطي المحفوظ بالتظاهر حق التظاهر هم يتظاهرون ضد أمور يعتبرونها خطرا على مجتمعهم وهذا حق له مفق الدستور الألماني أو الفرنسي أو غير ذلك على أن يكون الأمر منظما معلنا عنه ومحميا وبدون أعمال عنف هذا ما يفعلونه لكن ليس هذا هو الخطر الذي يمثلونه الخطر الذي يمثلونه هو خطر انتخابي بالدرجة الأولى كما ذكرنا اللعبة الديمقراطية اللعبة الديمقراطية لعبة صناديق وإذا لم تنجح أحزاب الوسط ويمين الوسط تحديدا في التعامل مع مخاوف إن كانت مشروعة أو غير مشروعة الآن للمواطن الألماني أو الفرنسي أو غير ذلك ونقول إنه مخدوع ليست هذه النقطة لكن مخاوف هذا المواطن إذا لم تحسن السياسة التعامل معها سينطلق في الانتخابات القادمة لانتخاب جهات أكثر يمينية قد تغير إذا ما ساءت الأمور أكثر وجه أوروبا والحكومات ليست غير مسؤولة عما جرى حتى الآن سواء في سياساتها الخارجية وسواء في سياساتها الداخلية نعم مثال بسيط هناك لاجئون يأتون من سوريا ومن العراق ومن دول أخرى في هذه الفترة كثيرا إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط ما هي البرامج لإدماجهم ما هو مستقبلهم عدا أن تعطيهم معاشا شهرية وتسكنهم في سكن للاجئين ماذا سيحدث لأولادهم بعد عشر سنوات عشر سنوات أو عشرين عاما هذه الأمور لا تعالج حتى الآن بالجدية الكافية العلاقات الخارجية يعني أن يكون وزير رئيس الوزراء التركي موجودا هنا في برلين ويتحدث عن نعم السلطات التركية لديها معلومات أن صديقة فلان من المهاجمين الذين كانوا في باريس عبرت تركيا إلى سوريا ولكن عبرت قبل الأحداث الأخيرة هذا أمر جميل أنها عبرت قبل الأحداث الأخيرة لكن الأمر الأهم أنه اعترف في هذه الحالة بأن بلاده ممر لهؤلاء لأنها عبرت من منطقة بين تركيا ومنطقة سورية تسيطر عليها داعش نعم طبعا سنتوسع أيضا في هذا الموضوع موضوع سوريا تحديدا يعني وانعكاس السياسات الخارجية الأوروبية تجاه سوريا تحديدا على ولكن إلى أي حد هؤلاء المتطرفين الذين تظاهروا بالأمس والذين ممكن أن يتظاهروا يعني بعض المعلومات تقول أربعين ألف شخص صحيح أربعين ألف شخص تظاهروا بالأمس يعني الأرقام ليست هي المهمة وإن كانوا صحيح أربعين لكن لنذكر أن أكثر من مئة ألف شخص تظاهروا بالأمس أيضا ضد هؤلاء بمعنى أن المجتمع الدموقراطي الحي ينهض بنفسه بدون توجيهات حكومية تجمعات منظمات غير حكومية تجيبوا على هؤلاء فكان هناك أكثر بأربعة مرات متظاهرون ضدهم المدينة الوحيدة التي كانوا فيها المتظاهرون من ذوي الأغلبية هي مدينة دريسدين تحديدا ولكن في المدن أخرى كان هناك 300 متظاهر متطرف وحولهم 5000 من أبناء الشعب الألماني الذين يرفضون هذه التوجهات لكن هذه المعادلة معادلة خادعة يعني لا يجوز أن نقول أن المعتدلين في أوروبا مثلا 51% والمتطرفون 49% 40% إذن فالمعتدلون هم الأغلبية عندما يصل المتطرفون إلى ما يتجاوز 5 أو 6% فهذا انتصار كبير لهم وهذا تهديد حقيقي للمجتمع هذا ما سنبحثه ولكن بعد الفاصل موضوع يعني هؤلاء العمل على جذب أكبر عدد ممكن من الناخبين ربما لاحقا ومن الناس إلى جانبهم لتأييد أذكارهم العنصرية ولكن بعد الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود إبقوا معنا أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج آخر طبعا أعود وأرحب بضيفنا من العاصمة الألمانية برلين الإعلامي العربي الأستاذ أكثم سليمان أهلا وسهلا بك أستاذ أكثم قبل أن نتابع النقاش حتى يتوسع أكثر المواضيع نذهب إلى أبرز ما كتبته الصحف الإسرائيلية عما جرى من ظاهر التضامن في فرنسا إذن إلى إقرأ إسرائيل والتفاصيل هارتس نتنياهو لا يدرك مغزى المواطنة رئيس حكومة إسرائيل كان ضيفا غير مرغوب فيه في المسيرة التضامنية الدولية مع فرنسا يجوز للمواطني إسرائيل أن يتساءل لماذا رئيس حكومتهم تحديدا يعد مصدر إزعاج الجواب عن هذا السؤال أعطي قبل المسيرة الضخمة وأثناء مراسم إحياء ذكرى القتلى التي أقيمت في الكنيس اليهودي بباريس دعوة مواطني فرنسا اليهود للهجرة إلى إسرائيل لأنهم سيجدون أمنهم فيها فقط أهانة الفرنسيين وقيادتهم هذه التصريحات هي التي تخدم المنظمات الإرهابية الإسلامية التي يمكنها أن تسجل لنفسها إنجازا يتمثل في أن رئيس حكومة إسرائيل يشجع اليهود على الفرار ويقوم بالمهمة نيابة عن الإرهابيين طلب فرنسا من نتنياهو عدم زيارتها لا يستند إلى التصريحات الاستعلائية لرئيس الحكومة فقط فإسرائيل دولة تثير الخلافة في العالم وهي دولة الاحتلال الوحيدة التي بقيت في العالم الغربي احتلال يغذي جزءا من المنظمات الإرهابية اليهود مواطنون في دول عديدة هذا يعني أنهم يتمتعون بالمواطنة المتساوية وهو ما لا يدركه نتنياهو وعدد من هزرائه الذين وجدوا في عمليات باريس فرصة للترويج لحملتهم الانتخابية على حساب العلاقات بين يهود فرنسا والفرنسيين غير اليهود إسرائيل هايوم لماذا توجه نتنياهو إلى باريس من لا يفهم لماذا كان ينبغي لنتنياهو القيام بزيارة خاطفة إلى باريس ويسأل عن السبب وينتقد تبذير الأموال بعدما أعلن اثنان من وزرائه مشاركتهما كان عليه أن يلقي نظرة خاطفة على عيون يهود فرنسا أثناء إلقاء نتنياهو كلمته في الكنيس كي يفهم ثورا الجواب الحقيقة المرة هي أن اليهود في باريس ترك لمصيرهم على رغم من الكلمات الجميلة والمنمقة لفرانسوا هولاند ووزرائه بقي الشعور بين اليهود بأن حكومتهم تخلت عنهم وحتى الشعب الفرنسي لا يهتم بهم ولا يعرب عن تعاطفه معهم هذا ليس صدفة من المناسب لفرنسا وقادتها التحدث عن الاعتداء على حرية التعبير والديمقراطية وتقديم ما يحدث كحرب يشنها المتطرفون ضد الأحرار لكن هذه ليست الحقيقة هذا استمرار للسياسة الأوروبية التقليدية المتواصلة القائمة على دفن الرأس في الرمال ولا عجب إذن في أن زيارة نتنياهو لم تكن الحدث المريح جدا لحكومة فرنسا أستاذ أكثر لمتابعة ما كنا نتحدث عنه عن موضوع التطرف وإن كان له أي فرص للانتشار في المجتمعات يعني هؤلاء الذين تظهروا بالأمس وتظهروا في أكثر من مدينة ألمانية وربما أيضا تظهروا في مدن أوروبية أخرى ولكن تحديدا في ألمانيا إلى أي حد هؤلاء قابلين على الانتشار أكثر إلى أي حد قادرين على استقطاب مواطنين ألمانيين معهم أكثر للانتشار في المجتمع الألماني إذا تعلق الأمر بجهودهم الذاتية فهم الآن في أوسع انتشار لهم منذ سنوات طويلة أعادون إلى بداية التسعينات وفترة ما بعد الوحدة الألمانية وانتشار النزعات اليمينية والقومية المتطرفة في ذلك الوقت لكن إذا ما ارتكبت السياسات العامة للدولة للحكومة النخب السياسية أخطاء إضافية فإن حظوظهم ستكون كبيرة في الانتشار أكثر ليس لأن من سيأتي إليهم سيكون مؤمنا بأفكارهم لكن لأن من سيأتي إليهم هو ذاك المحتج الرافض الذي يشعر بالظلم من النخب السياسية الحاكمة والأحزاب الشرعية القائمة والبنية السياسية ككل بوضعها الحالي وهؤلاء ليسوا قلائل الناس يعيشون حتى في دول مثل ألمانيا على حد الازدهار وليس بازدهار كامل هم يعيشون بصعوبة بالغة فيما يتعلق بالناحية المادية هناك غياب أيضا للأفق الفكرية وهذا كله يجعل من هؤلاء فعلا ناخب محتمل لاتجاهات أخرى إذا ما شعر بتخلي السياسة الوسطية العامة سواء الاشتراكية أو المسيحية الديمقراطية أو الليبرالية أو غيرها عن قضاياه نعم هل استشعرت ألمانيا هذا الخطر مثلا فردا اليوم كيف تعاطت الصحف الألمانية مع هذا الخبر مع تظاهرة ألمانيا مع تظاهرة هؤلاء في داخل ألمانيا المتطرفين اليمين المتطرف من المعروف أن الصحفيين ينتمون عادة إلى التيار الليبرالي أو اليساري أو المخافظ الوسطي ليس أكثر من ذلك وهؤلاء كانوا أكثر يعبرون عن فرحهم كما ذكرت سابقا بالأرقام الكبيرة لمظاهرات مقاومة المظاهرات المتطرفة في ألمانيا لكن كما ذكرنا الأمر ليس أحصائيا وليس أعلاميا هؤلاء هذه الصحف ووسائل الإعلام هذه كلها تسمى من قبل المتطرفين ومنظاهراتهم وسائل إعلام الكذب لا يصدقونها لا يعتمدون عليها لا يريدون الوصول إليها يعتقدون أن الصحفيين وكما ذكرت بسبب توجهاتهم الإديولوجية أو خلفياتهم الفكرية هم أصلا معادون لتلك الطبقة المصحوقة المعانية الكذا اليمينية وبالتالي ما تكتبه الصحف هو وسطي بالدرجة الأولى ينظر إلى الإيجابي ينظر إلى حجم المتظاهرين ضد المتطرفين ينظر إلى تصريحات المستشارة الألمانية أنجلي ميركل ينظر إلى الخطاب المتوقع للرئيس الألماني يواخيم جاوك ينظر إلى نشاطات الجمعيات الإسلامية والتنظيمات الإسلامية القائمة في ألمانيا والتي أدانت بمجملها أحداث باريس ينظر ويركز على قضية أن الشرطي الذي قتل في باريس كان شرطيا مسلما أن ذاك الشخص الذي كان في المتجر البضاعة المتجر اليهودي كان مسلما وقام بتخبئة أو بالتستر على بعض الرهائن كي لا يتعرض للقتل هناك إذن نوع من النظرة الإيجابية داخل الصحافة للأحداث لكنها نظرة أيضا قابلة للانقلاب بسرعة كما ذكرنا الموضوع هو موضوع الشارع من يحتل الشارع سيحتل يوما أيضا وسائل الإعلام وهذه هي النقطة الرئيسية لأنه خندقا بين الشارع والرأي العام أو الشارع ووسائل الإعلام والنخب السياسية هو أيضا أمر ليس جيدا لأنه سينتهي باضطرابات يجب أن يشعر القسم الأكبر من الشارع بأن وسائل الإعلام تمثله هو بأن الساسة والنخب الثقافية والاجتماعية أيضا تنتمي إليه وإذا ما حدث غير ذلك فهذا يعني شرخ داخل المجتمع الألماني نفسه نعم لننتقل قليلا إلى موضوع الخارج الذي تعلق بالموقف الأوروبي تحديدا وتحديدا فرنسا إلى أي حد السياسات الخارجية تجاه سوريا تحديدا تجاه سوريا تحديدا كان لها الفضل أو كانت هي السبب في تضامن أوروبي واسع كما حصل في فرنسا هذا السؤال صعب جدا هناك نظريتان في هذا الشأن الأولى تقول الحمد لله أن كان هناك سوريا وعراق كي نرمي إليهم بهذه القنبلة الموقوطة عشرات الألاف يجاهدون هناك وكلهم كان من المحتمل إما أن يكون قد جاء من هنا أو أنه يأتي إلى هنا إلى أوروبا وإلى الغرب وإلى الولايات المتحدة الأمريكية النظرية الأخرى تقول بالعكس ذاك التشدد وتلك السياسات في دول كسوريا والعراق هو ما فتح مدارس وملاجئ وأمور أخرى كثيرة مراكز تدريبية لهؤلاء كي يعودوا ويضربوا داخل أوروبا أحد المعتدين في باريس تدرب في اليمن وفق لما هو معلوم حسب الجهات الأمنية الفرنسية صديقة أحد المهاجم الذي احتل المتجر اليهودي بوميديان هربت إلى سوريا ويستطيع أي مواطن أوروبي أن يسأل نفسه لماذا تهرب إلى سوريا؟ أليس هناك حكومة في سوريا تعتقلها وتسلمها للسلطات الفرنسية؟ لا في تلك المنطقة تحكم جماعة اسمها داعش وذلك بغض نظر على الأقل من الحكومة الفرنسية لكن دعيني أثبت أن النظرة إلى السياسة الخارجية حاليا ليست محور اهتمام لا الصحافة ولا الرأي العام ولا الشارع ويبدو حتى الساساء الغربين ربما أجهزة الأمن تفتح عيونها تفتح عيونها الآن بشكل أكبر على إمكانيات التعاون على ضرورات ووقوع تغيرات سياسية لكن في الحوار العام في الجدل العام داخل المجتمعات الغربية حاليا الحديث عن الاندماج عن المجتمعات الموجودة هنا عن المخاطر داخل هذا الإطار الأوروبي وداخل هذا الإطار الألماني والفرنسي أستاذ أكثم هذا على الصعيد الاجتماعي في المجتمع الأوروبي بشكل عام كأفراد ولكن أنا أتحدث عن هذه التظاهرة الزعماء حتى في 11 سبتمبر لم تحصل هذه التظاهرة هل هو سبب سوريا في هذا الموضوع؟ حضرتك قلت أن هناك من يعتبر أنه الحمد لله يوجد العراق وسوريا وليبيا وغيرها من الدول العربية لتذهب إليها داعش ولكن هناك يعتبر العكس أنه هي سبب في قدوم داعش ولكن هؤلاء لا يخفى عليهم هؤلاء يعرفون الأمور من الأجهزة الاستخباراتية لديهم أحيانا يشك المرء في أوروبا بمدى فاعلية التواصل بين الأجهزة الاستخبارية والنخب السياسية ليس هناك شعورا عاما لا لدى المواطن ولا لدى المراقب بأن هذا الأمر يتم بأحسن حالي ماذا ينتظر الأوروبيون أكثر من أن أناسا أسماؤهم معروفة وكانوا مراقبين وكانوا معروفين لأجهزة أمن أيضا خارجية كجهاز الأمن الأمريكي وكل هذا ومع ذلك يقوموا بهجمات ماذا ينتظر الأوروبيون بعد أن هربت إحدى المتورطات على الأقل بعلاقة مع هذه الجماعة عبر دولة أطلسية هي تركية إلى الجانب من سوريا الذي تحكمه داعش أو تسيطر عليه داعش هناك الكثير من الشكوك في فاعلية الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بتواصلها وإيصال معلوماتها لاتخاذ القرار السياسي المناسب الرئيس الفرنسي أولاند كان يعبر قبل أسبوع فقط من الحادثة عن ندمه على عدم ضرب سوريا في العام 2013 على خلفية ما سمي عن ذاك بالهجوم الكيموي في الغوطة الشرقية ساسا هممهم قبل أسبوع من مثل هذه الأحداث لا يبدو أن تقارير ذات شأن وصلت إليه وإن كانت وصلت لا يبدو أنه قد قرأها بالجدية والعمق نعم هناك معلومات تقول أن هذه التقارير وصلت إلى هولوم تحديدا تقارير استخباراتية ولكنه قال نحن لا نستطيع أن نغير من هذه السياسة هذا قبل الهجوم الذي حصل في فرنسا ولكن بعده الهجوم برأيك إلى أي حد سيتغير موقف هؤلاء جميعا من سوريا يعني لا يلسع المؤمن لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين لا أدري ما دائما أولاند لكن أعتقد أن الموضوع تكرر بشكل مثير للإشمئزاز أحيانا بعد الحادي عشر من سبتمبر أيلول لم يكن أحد يتخيل أن تقوم الدول الغربية مرة أخرى بلعبة شبيهة بلعبة أفغانستان والاتحاد السوفيتي أي دعم بين قوسين الجهاديين من أجل الاقتناص أو القصاص من خصم سياسي إديولوجي آخر ومع ذلك بعد بضع سنوات من الهيستيريا والملاحقات الأمنية والإجراءات القانونية والتغييرات وكل ذلك وعانت الجالية العربية والمسلمة في كل الغرب من هذا كله بعد كل هذا تأتي في بداية 2011 أو نهاية 2011 نظرة أخرى وتسيطر على الموقف وتقول لا بالعكس يجب أن نتعامل مع هؤلاء ويجب أن ننظر إلى هؤلاء نظرة مختلفة والآن تحدث مثل هذه الحادثة هذا ما دفع البعض ربما للقول حسنا أن طابق السم يأكله لكن الموضوع أخطر من قضية أن نطرح أمثالا شعبية هنا هناك الموضوع أن هناك خطر أن يتهدد الجميع ليس المطلوب من فرنسا أو من ألمانيا أو من الولايات المتحدة الأمريكية أن تغير سياساتها سواء تجاه سوريا أو دول أخرى هذه السياسات تبنى على أسس كثيرة مصلحية ودراسات أمنية وغير ذلك لكن تحديد الأولويات تحديد الهدف تحديد الخطر هذا هو الذي كان يفتقده في السنوات الماضية وهذا هو الأمر ربما الذي سيتغير الآن تحديد الأولويات هل هي إزاحة أنظمة غير مناسبة بغض النظر عن تقييم هذا الأمر في هذه الدولة أو تلك وبأي وسيلة أم أن الهدف هو أمن المواطن الأوروبي وكل ما يخدم هذا الأمن يجب أن ندعمه وكل ما يخلخل هذا الأمن يجب أن نقاومه كنت في جلسة صغيرة مع زميلة ألمانية قبل فترة من صحيفة معروفة قلت لها عندما سيأديكم الجهاديون بعد فترة ويقولون لكم سنساعدكم على بوتين لتتذكروا أحداث باريس ولا تقول لهم نعم هل مبينة نحارب معنا هذه القضية يجب أن تنتهي موضوع استغلال واستثمار هؤلاء رحمة بهم ورحمة بالدول التي تفعل ذلك لاحظي أن الدول التي فعلت ذلك وغالت في فعل ذلك هي أيضا الدول التي دفعت بالدرجة الأولى أثمانا أمنية لهذا الأمر الموضوع هؤلاء أيضا بشر لهم أفكارهم لهم حياتهم وليسوا موجودين على سطح الكرة أرضية كي يتم استغلالهم من هذا أو ذاك بغض النظر عن رأينا بعقائدهم الآن وتوجهاتهم وما إلى ذلك هم ليسوا لعبة هم ليسوا أدات هم أيضا يفترض أنه تنتبق عليهم حقوق الإنسان التي تتهمهم بعدم الالتزام بها إذن ليتوقف هذا الأمر الذي يسمى الاستخدام السياسي الأمني لهؤلاء في ساحات مناسبة كليبيا كسوريا كالعراق ثم الانقلاب عليهم مرة أخرى عندما يكونون في باريس هذا لم يعد مجديا هذا لم يعد مجديا ولكن أيضا هنا بين الداخل تتحدث حرطك عن الأولويات بين الداخل الالتفات إلى الداخل الألماني أم إلى الخارج أو أوروبا تتحدث عن داخلها أولوياتها أو هي خارجها ولكن الآن الداخل بات مرتبطا بالخارج من تأمين الاقتصاد تحديدا البترول النفط الغاز إلى ما هناك هذا مرتبط بالسياسات الخارجية أيضا كيف يمكن التوفيق بينهما لا يمكن تأمين الداخل اقتصاديا من دون الخارج اقتصاديا هذا كلام مهم جدا ولكن فعلا لنضع الأمر بصورة الحقيقية برميل نفط أم برميل دماء هذا هو الخيار الذي تقف أمامه أوروبا بشكل حقيقي أيضا في علاقاتها الخارجية إذا ما استمروا في هذا الخط أي الانحناء أمام بعض الدول التي تمتلك الكثير من هذه البراميل واستقبال وفودها وإرسال الوفود إليها في الوقت الذي تدعم فيه مثل هذه الأفكار ومثل هذه الإديولوجيات لا يمكننا فعل شيء لكن المواطن سيستشعر التناقض في هذا الأمر في لحظة ما وسينفضوا عن ليس للأسف الساسة والأحزاب المخطئين فقط بل سينفضوا عن السياسة بتركيبتها الحالية وهذا هو ما بدأوا يستشعرون ملامحه من خلال الحركات اليمينية المتطرفة التي لها بالمناسبة تصريحات واضحة جدا بخصوص مثل هذه الدول تصديقا لكلامك أول تصريح ردا على هجوم فرنسا كان من مارين لوبين حين قالت اقطعوا العلاقات مع السعودية ومع قطر البلدين الذين يمولان هذه الجماعات كان هذا هو تصريحها هذا فيما خاص المشاركة والعلاقات المفتوحة مع بعض الدول الخليج المتهمة بهذا الشأن أو مع تركيا أيضا كما اتضح بأنها الحدود مفتوحة لتهريب هؤلاء أيضا نتنياهو بالأمس كان مشاركا في هذه التظاهرة كان يعني اعتبر البعض هذا الوجود نافر جدا يعني حتى أوروبيين وفرنسيين وألمانيين وحتى أمريكيين حتى إسرائيليين يعني هناك من اعتبر هذا الوجود كان وجود نافر لماذا هذه المرة إلى هذا الحد اهتم نتنياهو بالحضور إلى هذه التظاهرة تحدثنا عن المواقف أيام الحدي عشر من سبتمبر أيلول وفي الهجمات الأخيرة وتغير هذه المواقف ربما الموقف الوحيد الذي لم يتغير منذ ذلك الحين ولا يبدو أنه سيتغير هو الموقف الإسرائيلي هو الاستغلال الشامل لهذه الحادثة للتجيش ضد ما يسميه الإسلام الجهادي ويخلط حماس مع داعش مع حزب الله مع يصنع خليطا خاصا به هذا من جهة ومن جهة أخرى يشجع على هجرة لا يؤيدها لا تؤيدها النخب السياسية الفرنسية هجرة اليهود الأوروبيين إلى إسرائيل يعني تعرفين أن أكبر فشل لإسرائيل أنها ليست دولة يهودية بحتة وليست دولة كل اليهود وهذا ما يحاول نتنياه من خلال هذه الأحداث استغلاله والقول إن مكان اليهودي الصحيح هو إسرائيل بينما في فرنسا هو مهدد وفي ألمانيا وفي غيرها من الدول حتى لو كانت ديمقراطية ومؤيدة لإسرائيل وما إلى ذلك هو ليس في مكانه الصحيح وهذا ربما أثار الإشمئزاز بعض الشيء هنا وهناك وهو محاولته تشبه محاولة لمن المتطرف استثمار مأساة إنسانية مأساة حقيقية حدثت بغض النظر عن تقييمنا لخلفياتها وأسبابها وتورط السياسات فيها هي مأساة في نهاية المطاف لا يجوز استثمارها من الناحية السياسية لتسجيل النقاط ولتحقيق الأهداف التي يتوجب أن تبدو صغيرة أمام حجم الحدث أو أبعاد ودلالات الحدث نتنياهو جاء أيضا إلى باريس بالمناسبة غير مدعوب ومع ذلك شارك بهذه الصيغة وأطلق التصريحات التي تثير ليس الفرنسيين اليوم هي كانت دائما تثير النخب السياسية الفرنسية في عصر أكثر من رئيس أن تقول لمواطني بلد ما من ديانة معينة مكانكم الصحيح ليس هنا مكانكم في مكان آخر أستاذ أكثر أود أن أختم معك ولكن لو سمحت بكلمتين ليس أكثر فقط لنستأنس موضوع الذي حصل بالتظاهرة بالأمس إلى أي حد له علاقة بالتدابير الأمنية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية في سجن رومي ما خصه بالمسجونين الإسلاميين الإرهابيين المنتمين للجامعات الإرهابية هل له علاقة بين الأهل هناك علاقة بين الأمرين علاقة مباشرة بالتأكيد لا لكن الأجواء الآن حاليا عالميا أوروبيا وفي المنطقة هي كلها تحدثنا عن تحديد الأجندة هي كلها باتجاه حسم هذه الأمور والتخلص من حالات أقل ما يقال أنها شاذة كخطف عسكريين وقتلهم وتفجيراتهم إلى ذلك هناك جبهة جديدة تتكون ربما تتكون الأولوية فيها لهذه الأمور الأمنية وبعدها نتحدث في الأمور الديمقراطية وغير ذلك أستاذ أكثر سليمان الإعلامي العربي شكرا جزيلا على كل المعلومات التي أفتنا بها وعلى مشاركتك من العاصمة الألمانية برلين ولكم مشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد اشتركوا في القناة